لم تعد الحرب الإسرائيلية ضد إيران سرية تطور بدى واضحا عبر محاولات استهداف لقدرات طهران النووية آخرها عمل تخريبي في أكبر منشأة لتخصيب في البلاد وصفت طهران ما تعرضت له منشأة نتانز بالإرهاب النووي وأعلنت أن حجم الأضرار التي لحقت بأجهزة الطرد المركزية القديمة صغيرة لتنفي بذلك تقارير غربية وإسرائيلية ضخمت من حجم التخريبي وادعت إيقاف تخصيب أشهرا في هذه المنشأة حادثة نتانز لم تحقق أهدافها في تعطيل أي تطور وتقدم علمي أجهزة الطرد المركزي التي تضررت كانت من الجيل الأول وبالتأكيد سنستبدلها بأجهزة طرد متطورة الكيان الصهيوني حاول الانتقام من الشعب الإيراني بسبب نجاحه في مسيرة رفع العقوبات وإيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين يجمع الخبراء الأمنيون هنا على ضرورة وضع حد لتجاوزات تل أبيب في حق برنامج إيران النووية وإلى حين اكتمال التحقيقات تفضل طهران الرد نوويا على تل أبيب فقد أعلنت تزويد منشأة نطانز بأجهزة طرد مركزية متطورة ورفع قدرة الإنتاج فيها بنسبة 50% بعض الإعلام المعادي زعم بأن أنشطتنا النووية في نطانز ستتأخر تسعة أشهر لكنني أؤكد أننا سنصلح جزءا كبيرا من التخريب الذي أقدم عليه العدو كما أننا نبني الآن مجمعات متعددة ومتطورة داخل الجبال وأجهزتنا الأمنية عثرت على خيوط هذا الحادث تتعمد إسرائيل تسريب معلومات حول استهدافها مصالح إيران إجراء يراه البعض محاولة لاستفزاز طهران من جهة والضغط على الأمريكيين والأوروبيين من جهة أخرى بحدف إفشال جهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي من جديد تتوعد إيران إسرائيل برد مناسب على العمل التخريبي في نطانز وترفض استدراجها إلى مواجهة ليست هي من يقرر زمانها ومكانها لا تخفي طهران حجم خسائرها في نطانز إلا أنها تؤكد بأنه إرهاب لن يعيق من تطور برنامجها النووي مالك عابد طهران الميادين